لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك مرحباً فيكم حبيبنا يسعد وقتكم يا رب تكونوا بخير أولاً وبدايةً باعتذر عن الفيديو اللي نزل آخر مرة بالقناة وكان في مشكلة بالمونتاج تبع الفيديو وطلع مقطوع معلومات مهمة كان لازم نحكي فيها عن هذا العطر عود الأبيض العطر يلي مستمر صلوه أكتر من عشرين أو يمكن أكتر شوي يلي نزل منه نسخ كتير من شركات كتير ولكن اللي بذكره عود الأبيض أول مرة شميته وللأمانة من شركة أجمل اللي هو سحر الشرق كان اسمه سحر الشرق وكان عطر زيتي مانو بخاخ وبتذكر بهديك الأثناء خلطته مع أو استعملته مع عطر تاني اللي هو عتيق كمان من أجمل ولكن عتيق كان بخاخ عطر عود كتير تقيل مع عود الأبيض وكان كل الناس تسألني شو العطر اللي حاطته خلطة من الخلطات قلهم أنه أنا خارط خلطة من الخلطات بهذاك الوقت يعني كان عندي الولا والهيام بالعطور ولكن ما وصلت من الخبرة لمثل هالأيام هاي مقترنة بالعلم والخبرة والتجربة والهيام والعشاء عود الأبيض افتتحيته يفتتح بالورد وزعفران وفي النوتات الوسطى من لاقي الكراميل والبتشولي والنوتة الفلورل وفي القاعدة العنبر والمسك من النوتات الواضحة جدا مع الأقرود اللي هو العود بالوسط وبالقاعدة هاي النوتات نوتات افتراضية يعني ما بعتقد أنه كل يتهي بنقدر بننمسها بالعطر ولكن يلي بيوضح معنا كتير النوتة الخشبية والصندل المدخن مع الفنيليا وبالعميق بنرجع بنشم تعتيقة العود مع الورد لهيك عود الأبيض هو من العطور يلي أنتجت بصراحة سهل أنه تنلبس اللي بحب الخط الأوريانتل الخط الشرقي اللي عشه الخط الشرقي سهل ينلبس ولطيف بحيث أنه إذا قارننا بالعود الكمبودي أو العود الهندي أو أنواع العود الأخرى فهو كتير حدا لطيف وجنتل بالنسبة لهول العطورات ببدايته طبعا لحتى من كتير يعني أنه نعطيه بحيث أنه الأخوة بجوز الناس ما تحبه ولكن أنا بنصح دائما يلي بده يروح لعود الأبيض يجربه أول ويجرب بعود تاني معه على جنب على الإيد التاني على الجلد ويشوف شلون الفرق بيناته عود الأبيض ليش دعيته بالجوكر؟ الجوكر يلي بيركب بكتير محلات وبيمشي حاله فيه جواكر بالعطر بتركب بكتير محلات مع أنواع تانية وبتكون سهلة أنه نحن نقدر أنه نتعاطى فيها أو نستعملها مع أشياء أخرى عود الأبيض من العطور يلي ممكن بسهولة نقدر أنه نولف منه ونعمله كروح لعطر أو نذكر فيه عطر تاني للناس المهتمين بموضوع التصميم انسيت قول ببداية الفيديو الأشخاص المستعجلين كتير يلي يعني بدهم الأمور بسلوة أو وا 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 نحن تعبنا من الحياة السريعة فيه معلومات فيه شي من الروح عم ينعطى ما تبخصوه حقه يلي مستعجل وبيحس الفيديو طويل يكره لحتى أو يمرره خلينا نقول بلهجة ألطف يمرره لحتى يعني ما يحس بالملل بس أنا بشرفني كل حدا فيكن ولكن بصراحة يلي بده يستعجل ويبخص المعلومة حقه أو يبخص الآخرين يلي فايتيني دوروا على المعلومة يلي بدوني إياها فإذا أنت بتعرف غيرك ما بيعرف ولكن أتمنى أتمنى ورجائي بكل محبة وصدر رحب أنه الناس اللي بدل المعلومة السريعة أما تمرر الفيديو أو أنه هذا المحل أكيد ما حيواتي هون يعني رح يدايون طيب نرجع بنكمل أول مرة شميت عود الأبيات شميته بسحر الشر أجمل ويوجد الشركات الكثير يلي ممكن تشمن عندها هذا النوع من العود من شركة لطافة عود مود إلكسير هذا العود المود الإلكسير هو عود الأبيض ما مضيف له ولا شيء يعني مثل ما هو محطوط ومضيف له إيتانول وطالع عطر هو عود مود من لطافة سعره بأقل حالات وممكن يكون 12 دولار ممكن أقل شوي وممكن يوصل بمناطق أو على الإنترنت 35 دولار يعني بدكن تشوفوا أنتوا بالمناطق عنكن شو السعر تبقوا الأنينة هذا شكلها شكلها راقي وحلو وفخمة الأنينة بيه ولكن مبارح وأنا عم ساوي لكم الفيديو يعني حاولت أسحب الغطى الغطى الإنتر اللي جوه فيه معلق يعني يبدو كان بدو تلزيق أو ساير لوز بالتلزيق تبعه ما ماشي حاله العطر رح نحكي حكينا عن نوتاته ولكن هلأ بنحكي عن سباته سبات العطر حتى من شركات تانية يعني مو بس هذا مو بس هذا سباته بيدوم يعني 12 ساعة بالراحة بتبقوا الشمه على جلد فوحانه وأداءه ممكن يستمر لخمس ساعات بنفس الجمال أنا عم شم العود يلي بالعادة أنا بستعمل العود يعني عتيابي مثلا الأصلي بحطه قبل 3 أيام بدألبس مثلا جاكيتي أو تيابي بعدين بتصير بشم في الريحة الجميلة جدا أوله ما بقدر تحمله وهذا بعد 3 أيام من العود هيك بتحسوه بالنسبة للسعر بعطيه 9 من 10 سعره كتير كتير معقول حتى ممكن يعني 10 من 10 وبالنسبة للرائحة 8 من 10 من العطور اللي بنصح فيها واللي بحب يستعمل العطرين مع بعض ممكن هذا يكون جوكر كتير مناسب العطر للرجال والنساء أو للنساء والرجال يعني بسهولة بيللبس إذا بدنا نقول أنه بوقتي بكل الأوقات لا مو بكل الأوقات بالمناطق الحارة ممكن يدايق ممكن تستعملوا بليالي الصيف البارد يعني المساء إذا صار فيه برودة وبالشتاء والخريف هو الوقت الأنسب عطر صباحي لا ممكن تاخدوا بالصباحي شي فرشي أكتر مكتبي كمان لا يعني ممكن يكون بأوقات بعض الظهر لا تتمتع أنت فيه بالبداية لأنه كمان ممكن ناس آخرين يدايقوا من ثباته لأنه مستمر يعني عطر مستمر من العطرات كمان الشبيهة لعود الأبياد أو هي عود الأبياد بصيغة أخرى العربية للعود ووذ انتنس وللأسف يعني الأسعار مبالغ فيها بس لحتى نشوف الأنبلاج وترتيب البوكس وهالقصص هاي يبدو أنه هذا البوكس أنا بصراحة ما حبيته يمكن يكون حبيت هذا الشكل ولكن ما حبيت هذا الحبل اللي مثل تبع البرادة ما كثير عجبني يعني وهو متكرر نسخة كثيرة من لطافة وهذا زلفة عطر نساء إن شاء الله رح عمل عليه روفيوه قريبا وكثير من أشكال من هاي الكرتون من لطافة أخذين أسماء أخرى وروايح تانية عطر اقتصادي وهي كان معنا الفيديو لليوم يارب ما كنت ضيفة قيل عليكم ولكن محبتي دايماً وشوقي بخليني فترات كثير قصيرة نرجع نلتقي لأنه أحياناً كمان منغيب مو باليد هيكاً معنا الفيديو لليوم بتمنى يكون مفيد لألكم وحبيتو كمان إذا لقيتو الفيديو يعني استلطفتو بتمنى إنو بتمنى تعملوا شيروا لايك وتفعلوا زر الجرسة للداخلين الجديد مع السبسيكرايب وكونوا بخير محبتي لألكم مستمر وكونوا بخير محبتي لألكم مستمر بأمان الله